السلام عليكم طلابي لعزاء أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرات رياضيات الخامس علمي حبايبي رجعنا وياكم نكمل السلسلة إن شاء الله عدنا وصلنا آخر محاضرة وياكم حلينا تمارين طبعا وصلنا سؤال السادس تمارين أربعة خمسة تمارين أربعة خمسة صفحة سبعة واثمانين حلينا سؤال الأول وسؤال الثاني والثالث والرابع والخامس وصلنا وياكم سؤال السادس نكمل ذن التمارين إن شاء الله وننتقل إلى موضوع جديد بالفصل الرابع بعدنا اللي هو المعادلات المثلثية بعد ما نكمل هذا الموضوع إن شاء الله نروح وياكم للفصل الخامس الغاية والاستمرارية بس شوية يحتاج صبر وياي لأننا نمشي بالسلسلة حتى ما نخلي موضوع ورانا كل المواضيع نصورها إن شاء الله لكم فحبايبي اليوم عندي سؤال رقم ستة إثبت صحة المتطابقة الآتية تقريبا ذني إحنا ما أخذين إثبات صحة المتطابقات بالدوال المثلثية اللي هي القوانين المتطابقات ما أخذينهن واليوم إن شاء الله راح يتكرر علينا هذا الموضوع يريد يدمج لك بيهن قوانين الضعف وقوانين نصف الزاوية كذلك قوانين مجموعة أو طرح زاويتين يريد يدمج لك ياهن من ضمن هذا الموضوع إثبات صحة المتطابقات فهنا طلابيلي عزاء عندي A عندي ساين ثيتا زايد كوساين ثيتا الكل تربيع يساوي لي واحد زا ساين ثنيا ثيتا يقلي إثبت لي أنه هذا الطرف يساوي لي واحد زا ساين ثنيا ثيتا طبعا هاي هنا عندك ضعف الزاوية إحنا ش راح نسوي إنتب كيفك تريد تاخذ هذا الطرف توصله لهذا الطرف أو تريد تاخذ هذا توصله لهذا الطرف فإحنا ش راح نبلش ناخذ الطرف الأيسر الطرف الأيسر الطرف الأيسر هو عبارة عن مربح حدانية الطرف الأيسر هو شنو عبارة عن مربح حدانية ساين ثيتا ساين ثيتا زايد كوساين ثيتا الكل تربيع هذا طلابي هذا عبارة عن شنو مربح حدانية مربح الحدانية مربح الحد الأول إشارة الوسط اثنيا في الأول في الثاني زايد مربح الحد الثاني هذا هو القانون اللي هو خماخذينه بالمتوسطة وحتى مراجعينه بالخامس مربح الحد الأول الربح الساين راح يصير عندك ساين ها التربيع يصير على الأن يعني ما لا علاقة بالزاوية فدير بالكم على هذا الطلاب ساين تربيع الثيتا ما لا علاقة ساين تربيع ثيتا زايد مربح الحد الأول اثنيا من القانون الأول في الثاني راح يصير اثنيا ساين ساين ثيتا مضروب كوساين ثيتا مضروب بكوساين شنو كوساين ثيتا زايد مربح الحد الثاني الحد الثاني راح يصير يصير كوساين تربيع ثيتا نفس الحالة همين هنا التربيع يصير على ساين ما لا علاقة بالزاوية هس طلاب العزاء هنا ايش راح نسوي راح نقرب هاية هذا راح نقرب ويا هذا هذا يفيدنا بالمتطابقة الذهبية اللي يماخذينها ساين تربيع ثيتا زايد كوساين تربيع ثيتا شي ساوي لي يساوي لي واحد هذا الطرف كله شي ساوي لي يساوي لي واحد فهنا طلاب راح نجي ناخذ هذا ناخذ هذا انقرب فاش راح يصير عندي ساين ساين تربيع ثيتا زايد كوساين تربيع ثيتا زايد هذا ينزل عندك اثنيا ساين ساين ثيتا ومضروب بالكوساين ثيتا مثل ما اقلت لك طلاب انه عندك ساين ثيتا زايد كوساين ثيتا شقد يطيك يطيك واحد فهذا شنعوض من مكانه راح نعوض من مكانه واحد زيان زايد طلابي احنا ما اخذين قانون ضعف الزاوية ما اخذين قانون ضعف الزاوية اللي هو ساين ما اخذين للساين والكوساين ساين اثنيا اكس هذا ما اخذينا قانون ضعف الزاوية هذا شون انفتح القانون راح يصير 2 sin x مضروب بcos x بما أنه طلابي العزاء أنا هذا عندي بالسؤال هذا موجود عندي بالحل أقدر أعوض مكانه هذا لو ما أقدر إيه سات تقدر لأنه أنت شنو عندك بالحل موجود عندك 2 sin theta مضروب بcos theta هذا أقدر أعوض مكانه sin 2 x لو ما أقدر إيه أقدر بما أنه الزاوية احنا متعامل لوياها بالثيتا إذن نعوض ثيتا فش راح يصير راح يصير عندك sin sin 2 theta باوا حسلو تريد رجع الأصلة هذا قانون الضعف راح يصير 2 تنزل راح يصير sin theta مضروب بcos theta إذن وصلت للطرف الآخر لو ما وصلت وصلت للطرف الآخر فش تقل له هنا إذن هنا يساوي لي الطرف الطرف الأيمان هذا يساوي الطرف الأيمان واضح حبايبي جدا بسيط يعني هذا خاف يجيك مثلا بالامتحان عليه 10 درجات كلش سهل مجرد ما هنا مربع حدانية تفتح مربع الحدانية تقرب بالsin تربيع يومي الكوسين تربيع هذا تعوض مكانه واحد للمتطابقة ذهبية عدك 2 ساين ثيتا مضروب بالكوسين ثيتا هذا هو قانون ضعف الزاوية واضح حبايبي؟ إذن وصلنا للطرف الأيمان هس طلاب نروح إلى فرع بي فرع بي طلابي لعزاء أريدك تباوع لهنا يقول إثبت أنه هذا الطرف اللي هو سيكا عندك الزاوية X ناقص حاصل طرح شنو زاوية سيكا X ناقص سيكا X ناقص Y يساوي سيكا X مضروب بسيكا Y على واحد زائد تان X مضروب بتان Y فإحنا ش راح نسوي؟ راح ناخذ لكم هذا الطرف ناخذ الطرف الطرف الأيسر راح ناخذ الطرف الأيسر انثبته يساوي أنه الطرف الأيمن اللي هو سيكا سيكا X ناقص Y طلاب العزاء السيكا هو مقلوب منه مقلوب الكوساين صح لو لا السيكا مقلوب الكوساين والكوساين مقلوب السيكا يعني احنا ما قررين ذلك مقلوب قوانين المقلوب السيكا مقلوب الكوساين فهسا أقدر أعوض وضمك أنا شنو أقدر أقل لشنو هنا واحد على شنو على كوساين الزاوية تنزل نفسها اللي هي X ناقص شنو ناقص Y واضح بايبي؟ إذن عندي هنا شنو طلاب؟ عندي سيكا X ناقص Y اللي هو هذا الطرف الأيسر فالسيكا هو مقلوب منه ومقلوب الكوساين واحد على كوساين الزاوية نفسها X ناقص Y فهنا طلاب هذا راح أستخدم حاصل اللي هو اللي هو طرح زاوية تن اللي ما أخذينه فرق أو مجموع فرق أو مجموع زاوية تن الواحد هنا طلاب الواحد هنا نزله هذا الواحد ينزل هذا اللي عندي هنا كوساين إذا تتذكر القانون وياي عندي كوساين كوساين X ناقص Y هذا ما أخذينا القانون طرح زاوية تن فش يصير هنا؟ راح يصير كوساين X مضروب كوساين Y هذا يتحول إلى جمع فاش راح يصير هنا زائد وهنا بعدين راح تقل للساين ساين X مضروب بساين Y إذا تذكرون بالمحاضرات ما أخذين شنو حاصل طرح زاوية تن واضح؟ تمام لولا؟ إذن هذا أقدر أعوض مكانه هذا المقدار اللي هو عندك هنا راح يصير كوساين X مضروب كوساين Y هذا الطرح راح يتحول إلى جمع فاش راح يصير هنا راح يصير جمع ساين X مضروب بساين Y مضروب بساين Y واضحة بايبي زياد هس طلاب هنا بعد ما سوينا هاي الخطوة اللي هو فتحنا قانون طرح زاوية تن هنا طلاب راح أجي أقسم فهذا المقدار اللي عندك اللي هو كوساين X مضروب بكوساين Y أقسم هذا كل الطرف على نفسيته وأقسم هذا على نفسه شون يعني الساب تعالوا إياه انتبع عليه حتى انبسط هذا المقدار أكثر خلي خط كسر هذا الواحد نزل لي هذا الواحد نزل لي والكوساين X مضروب كوساين Y ينزل زائد هذا هميا هذا خليه خط كسر هسا قل لك شو راح أسوي هنا عندك ساين X مضروب بساين بساين Y هذا هميا تخليه لخط كسر واضح هذا هميا خليه لخط كسر زي احنا نريد نبسط احنا شو نريد نريد هذا المقدار اللي عندنا هنا هذا المقدار نريد نبسطه شون نبسطه راح أقسم كل هذا المقام على كوساين X كوساين Y كذلك الواحد هم أقسمه أقسم البسط والمقام على كوساين X كوساين Y واضح؟ هذا راح أقسمه على كوساين X وكوساين Y وكذلك هذا نفسي تهميا أقسمه على كوساين X وهنا راح يصير هميا كوساين Y كوساين Y وكذلك هذا هميا أقسمه على كوساين X وهنا كوساين Y واضحة باي بي هسه هنا ان شاء الله الامور تمام يعني مجرد ما جيت الواحد قسمته على كوساين X كوساين Y وهذا قسمته على نفسه وهذا قسمته على كوساين X كوساين Y واضح باي بي زين هسه راح يصفالي هنا طلاب هناش راح يصفالي انتبع علي هذا طلاب راح اختصره هذا كل لا يروح شقد يبقى لك يبقى لك واحد يبقى لنا شنو واحد زاد طلاب احنا اقدر افصل لو ما اقدر احنا عندي عملية شنو عملية ضرور يعني اقدر اقل لك ساين X على كوساين X لو ما اقدر اقدر ليش لنفس الزاوية اقدر اقل لك ساين Y على كوساين Y لو ما اقدر همين اقدر فهنا طلاب اقدر افصل فش اقل ساين X على كوسين X. مضروض بسين Y على كوسين Y. طلاب هذا بيمن يذكرك سين على كوسين بالتان. أكتبه مكانة تان. تان شنو؟ تان X. مضروض سين على كوسين نفسي تهم التان بس الزاوية راح تكون شنو هنا عندك Y. هاي خلاص. واضح بايبي؟ إذن سين X على كوسين X أقدر أكتبه مكانهم تان X. أقدر أكتبه مكانهم شنو؟ تان X. مضروض. وسين Y على كوسين Y. أقدر أكتبه مكانهم شنو؟ أقدر أكتبه مكانهم تان Y. نفس الزاوية. واضح بايبي؟ هنا طلاب شنو عندي بقاء؟ بقاء عندي البسط. اللي هو واحد على كوسين X مضروض بكوسين Y. انتبه هاي همية راح أسوي لك بها توضيح هنا راح أسوي لك بها توضيح انتبه على إيه شوف قلبي احلى شنو عدي عندي واحد على كوساين عندي واحد على كوساين X مضروب كوساين Y هذا أقدر أفصل لو ما أقدر اقدر أقدر أقلها واحد على كوساين X مضروب على 1 على كوساين Y 1 على كوساين X 1 على كوساين Y فهذا طلاب قبل شوية اش قلت لك CKX من الزاوية CK هو مقلوب من هو مقلوب الكوساين إذا ريد رجع الاصلة يعني 1 على كوساين يرجع الاصلة للC لو ما يرجع يرجع أستاذ فهذا أقدر عوض مكان CKY لأن هنا شنو عندك الزاوية Y وهنا 1 على كوساين Y أقدر عوض مكان CKY واضح إذن حبايبي هسه هذا 1 على كوساين أقدر أكتب مكان CKX و1 على كوساين Y أقدر أكتب مكان CKY إذن وصلت هذا الطرف وصلني للطرف الآخر نفسيته لو مو نفسيته وصلت للنتيجة لو لا إذن وصل للنتيجة إذن هسه الإثبات مالتي صحيح ومضبوط 100% هذا طلاب هاي الأسئلة هي نوعية من الأسئلة يريد يعودك يريد يضبطك يريد يخليك شون تحول من قانون إلى قانون ومن تحويل إلى تحويل هذا كله يريد يعدك إعداد جيد للسادس هذا أن كل القوانين راح تحتاجهم بالسادس وتحتاجهم بالتحويلات بالطرق التكامل إن شاء الله تذكرون كلامي يعني ماكو شغلة هنا ماين طيك ياه إذا ما بيها فائدة مثل ما قلت لكم سابقا حتى لو المدرس تركه لكم ما يجيب لكم لكن تأخذ الفكرة من عنده أخذ طريقة الحال شون دون نطبق استفاد من عندها إذن هنا طلاب يساوي لي هذا يساوي الطرف الطرف الأيمان هذا يساوي الطرف الأيمان واضحة بايبي هذا هو بالنسبة لفرع الأي والبي هسا أمين عندنا بعد أسئلة خنأخذهن لكم حتى إن شاء الله تضبطون هذا الموضوع زيان طلاب العزاء رجعنا وياكم عدي فرع سي همين إثبات أنا ما شاء الله أشوفها يبدي لك من آه ينتهي هنا يكون يطلح أشوف آش قدها آيش كبرها أش عرضها لازم تطلع اثنيا آي الرياضيات إنها الرياضيات فحبايبي هذا مليان معلومات هذا راح نحتاج آه اللي مضبط الزاوية المنتسبة فهذا السؤال عنده جدا بسيط راح يكون اللي مضبط الزاوية المنتسبة راح تشوفون جدا بسيط فحبايبي إحنا إن شاء الله قدها وسباع ما ينخاف علينا وذا سؤال شطول شعر وفي النتيجة لازم تطلع ثنيا سهل إن شاء الله بس انتبهوا إياي وإن شاء الله أنا أبسط إليك وخليك تفهم مية بالمية خطوة خطوة ما عدنا شي يساوي راح نبلش بهذا الطرف نوصلك ونيطلع عدنا ثنيا زين اتبع علي يا طلاب إحنا ما أخذين قانون اللي هو الزوجية ما أخذين الساين إذا كانت الزاوية سالب فبالساين تطلع قبل الزاوية فرح يصير سالب ساين وهنا ألفة واضحة بالساين وبالكوساين إذا عندك سالب بالكوساين يروح راح يصير كوساين ألفة سهلا ما بيه شي بالساين إذا الزاوية سالب تطلع قبل الدالة وبالكوساين تختفي تروح واضح حبابي فهذا أول خطوة هاي السالب راح تطلع قبل الساين راح يصير سالب ساين وهنا نزل الألفة واضح هاي الخطوة بسيطة هذا السالب أنزله والساين ينزل أكو هنا فد مشكلة هاي المشكلة هنا البيتة متقدمة على التسعين البيتة متقدمة على التسعين نحن نعرف لازم زاوية الإسناد أو الزواية اللي هو احنا احنا مماخذين مثلا تسعين ناقص لازم شنو عندي هنا ناقص مثلا اكس أو مثلا مية واثمانين ناقص اكس مثلا ميتين وسبعين ناقص اكس اللي هي هاي واضح الفكرة الأولى اللي هنا منه ذن طلاب اللي هنا ثلاثين اللي هنا مثلا ستين بعد شنو عندك خمسة واربعين واضح الفكرة فلازم يكون بهذا الشكل فاحنا شنو نسوي هنا طلاب الأعزاء بس مجرد نقدم ونأخر بس ها اذا تقدموا تأخر لازم تسحب سالب لبرة فهنا شنو راح يصير عندك راح يصير عندك تسعين ناقص بيتة راح يصير عندك تسعين ناقص بيتة واضح هذا بالنسبة للزاوية شوف بالنسبة للزاوية ساين نزلتها بس مجرد كانت البيتة متقدم على التسعين لازم أأخر وقدم نسحب سالب لبرة واحصير تسعين ناقص بيتة واضح هنا زين هس طلاب هس طلاب أسألك سؤال هذا يا ربع هس السالب نزل لي هنا هذا السالب نزل لي ميتين وسبعين زايد ألفا ميتين وسبعين زايد ألفا هذا بتعبير تسعين ميتين وسبعين بالربع الرابع إذا ترجع حس الأزاوية المنتسبة تخلي يمك الورقة اللي هو تعبير مية وثمانية ثلاثمية وستين وميتين وسبعين تسعين حس إذا تشوفها هاية الميتين وسبعين زايد ألفا هاية ربع رابع هذا ربع هذا ربع رابع زين بالربع الرابع الكوساين موجب لو سالب موجب يعني راح تبقى نفسها زين الميتين وسبعين اتغير الدالة لو ما تغيرها اتغيرها شراح تصير راح تصير ساين راح تصير ساين شنو ساين ألفا لأنه شنو عندك لأنه هذا يحذف السالب نزل أوكي ميتين وسبعين ميتين وسبعين يغير راح تصير ساين زين هاية بياربع ميتين وسبعين زادة الفابر ربع الرابع يعني معناها الكوساين يبقى نفسه يعني معناها تبقى الساين تبقى نفسها سالب ليش لأن قبلها سالب واضح الفكرة ثلاثة شغلات لازم تعرفهم أولاً أنه الميتين وسبعين تغير راح تصير كوساين الشغلة الثانية لازم تعرف أكو شغلة أنه هذا بياربع بالربع الرابع بالربع الرابع الكوساين موجب له سالب موجب فرح يبقى هذا نفسي تساين وهنا تحذفها فرح تصير سالب ساين ألفا واضح؟ هنا وراها زايد زايد كوساين البيتا ينزل واضح؟ زايد كوساين البيتا ينزل هسه أول طرف كملنا على خير نجي هنا وراها زايد زايد هنا نفس الحالة همياً تقديم وتأخير ننزل الساين ساين ونفتح قوس ونخلي سالب وهنا راح نكتب مية وثمانين ناقص ألفا إذا نريد نعكس هن لازم شنخلي طلاب نخلي سالب لبرة ونقل له مية وثمانين ناقص شنو ناقص ألفا نفس هاي قبل شوي سويت لك إياها نفس هاي واضح الفكرة؟ زين زايد هذا القانون شوف الكوساين سالب الزاوية سالب فبالكوساين تروح فمعناها هذا السالب راح يروح فش تنزل هنا عندك؟ راح تنزل كوساين بيتا راح تنزل كوساين شنو؟ كوساين بيتا زين هس طلاب راح نجي آن وياك نجي للمقام المقام شنو عندك طلاب؟ المقام هذا بيا ربع ساين مية وثمانين زايد ألفا هذا بالتعبير من هو؟ تعبير مية وثمانين ثلاثمية وستين بيا ربع الربع الثالث فدير بالك هذا ربع ثالث هذا ربع ربع ثالث شون عرفت؟ لأن مية وثمانين زايد ألفا وذا ترجع للجذ والهسة اللي مسألك يا على التعبير فمية وثمانين ثلاثمية وستين هاي ربع ثالث زين المية وثمانين تغير الكوساين لو تبقيها العفو الساين تبقيها نفسها رأينا راح تحافظ على الزاوية مالتها فهنا راح تحافظ على الدالة اللي هي راح تصير الساين وهنا أنزل الألفا طيب بعد شغلة الساين بالربع الثالث سالب لو موجب سالب أخلي هنا سالب واضح؟ أول شغلة لازم تعرفها بيا ربع مية وثمانين زايد ألفا بالربع الثالث بالشغلة الثانية المية وثمانين تغير الدالة لو ما تغيرها ايه عفو المية وثمانين تحافظ على الدالة فراح تنزل ساين ألفا زين المية وثمانين زايد ألفا بالربع الثالث الربع الثالث الساين موجب لو سالب سالب اتخلي سالب قبل السايد خلاص واضح زائد زيان ساين بيتا زائد تسعين ساين بيتا زائد تسعين هذا بياربع بالربع الثاني بيتا زائد تسعين يعني هنا عادي ما يهم لأن الجمع عملية بدالية يعني ما يهم عادي بيتا متقدم على التسعين بس عملية بدالية أي مشكلة ما كفها عادية يعني ينزل نفسيتها زيان التسعين هاي التسعين يحافظ على الدالة لو ما يحافظ ما يحافظ فشي صير الصير كوساين الصير كوساين بيتا واضح الصير كوساين بيتا طيب قلنا بيا ربع بالربع الثاني هاي بالربع الثاني هاي هنا هذا يا ربع بالربع الثاني الساين شنو بالربع الثاني سالب العفو موجب فهنا نزل نفسيته موجب اول شغلة بيا ربع بالربع الثاني بالربع الثاني اشارة الساين تبقى موجب زين هذا بيا تعبير 90-270 فيغير الدالة فراح شو صير كوه ساين بيأتاه خلاص تمام هسا طلاب نجي نرجع هنا نصفي لك ياه بعد اكثر فان شاء الله هانت يعني خلاص بس مجرد اول خطوة شوي صعبة عندك الباقي راح يصير سهل هسا طلاب هذا ينزل ساين سالب ساين الفا راح ننزل احنا طلاب عندك سالب هذا سالب وهنا سالب راح يصير عندك راح يصير موجب راح يصير عندك موجب شنو موجب ساين وهنا تقل لها 90 ناقص بيتا قل لها 90 ناقص بيتا وهذا هنا ينزل عندك سالب ساين الفا زايد كوساين بيتا واضح؟ زايد كوساين شنو؟ بيتا انزل وراها هنا زايد هذا السالب يطلع هنا راح يصير سالب اوكي هذا السالب يطلع لأن هذا موجب وهنا سالب راح يصير سالب ساين وهنا عندك 180 ناقص ناقص الفا وراها زايد كوساين بيتا ينزل يعني بس مجرد دا نزل ما سوئت شيء بهذه الخطوة هذه الخطوة نفسية نزلتها بس مجرد هنا هذا نفسية هذا نفسية بس مجرد هذا السالب ضربته صار موجب هذا السالب بالموجب راح يصير هنا سالب يعني نفس الخطوة دا نزل هاي نفسية دا نزل سالب ساين الفا زايد كوساين بيتا واضح هسه بقت عندي آخر خطوة ونحل السؤال آخر خطوة ان شاء الله نحل السؤال احنا هذا ينزل نفسية ساين الفا احنا طلب هاي بيا ربع ساين تسعين ناقص بيتا تسعين ناقص بيتا هاي بالربع الاول هاي بيا ربع بالربع الاول تسعين ناقص شنو بيتا بيا ربع بالربع الاول واضحة بايبي بالربع الاول اذا ترجعون للتعبير اللي هو تسعين مئتين وسبعين وذا ترجعون المئة وثمانين وثلاثمئة وستين مساويلكم احنا انا بالمحاضرات هذا بالربع الاول احنا نزل الزايد بالربع زيان هاي التسعين تحافظ لو تغير الدالة تغيرها فراح تتحول الى كوساين وهاي هنا البيتا تنزيل واضح وهذا هنا نفسيته ساين الفا زائد كوساين بيتا وهنا نزل الزائد واضح حبايبي زيان هسه نكملوا ياكم نكمل هذا طبعا هنا السالب انزله هسه المية واثمانين تحافظ لو ما تحافظ تحافظ فراح تنزل هنا ساين ونزل الالفا طيب المية واثمانين ناقص الفا بيا ربع بالربع الثاني همين ارجعوا الزاوية المنتسبة بالربع الثاني الاشارة مال الكوساين موجب فهاي راح تبقى نفسها السالب لان لو سالب كان وجتها سالب راح تتحول موجب واضح يعني راح تحافظ على الاشارة مالتها زيان زائد كوساين بيتا وهنا عندك سالب ساين الفا وزائد كوساين بيتا واضح حبايبي هسه نحل السؤال انتهى بعد بس مجرد اختصارات نختصر راح يطلع عندك الناتج اثنيا هذا الطرف طلابي العزاء هذا كل اختصره هذا كله ليش لان كله يشبه هذا فهنا راح يصير واحد زائد كذلك هذا هميا ان اختصره وهي المقام فانتهى هميا هنا راح يصير زائد واحد وبالنتيجة راح تطلع عندك واحد زائد واحد ويساوي اثنيا هذا يساوي لي طرف الطرف الايمان هذا يساوي لي طرف الايمان واضح حبايبي والله انا شوف انه هذا السؤال رغم انه هسه البعض التعظ من عنده ويقول يقول صعب بس انا ده اشوفه سهل انت مجرد ما احنا بالرياضيات قلتلكم انا زائد المنتسبة مهمة جدا فانت لا تحفظ الحفظ ما يخدمك كل ما تحفظ انت راح تنسى اكيد البعض هسه عنده حفظ يشوف هذا السؤال جدا صعوب فانت بهذا السؤال فرح سي اذا كان مطالبين بيتو بالمدرسة تطلع الزاوية المنتسبة وياه يتم سوى الملخص على المستوى الاحداث اللي هو تسعين ومتين وسبعين ومية وثمانية وثلاثمية وستين طلحني يمي العفو طلحني يمك ومن خلال انا دائح الوحشي لك راح توضح هاي الفكار ومال الارباع الربع الاول والثاني تعرفهم واضحة بايبي هذا هو بالنسبة لفرح سي طلابي العزاء رجعنا وياكم نكمل عندنا فرع دي فرع دي اللي هو تان ميتين وسبعين ناقص الفة زائد ساين مية وثمانين ناقص الفة على واحد ناقص كوساين مية وثمانين ناقص الفة يساوي لي سيكا كوسيكا الفة لازم هذا الطرف كله يساوي لي شنو كوسيكا الفة هذا جدا بسيط همين راح تشوفون ان شاء الله الحلماتة اسرع من هذاك ويعني اسهل بهواي اسهل فميتين وسبعين اتغير لو تحافظوا تغير الدالة فراح من التان الى كوت فهذا راح يصير كوت كوت شنو كوت الفة طيب كوت الفة هسا غيرنا زيان هذا بيا ربع هذا يا ربع هذا ربع ربع ثالث بالربع الثالث الثاني شنو شارته موجب فهذا راح يبقى موجب واضح هاي اول خطوة اذا اول خطوة هذا بيا ربع ربع ثالث فمعناها راح يصير هذا موجب نفسيته ميتين وسبعين تغير الدالة راح يصير كوت الفة انتهينا من عنده زائد زائد هذا يا ربع هذا الربع الثاني ساين 180 ناقص الفة ربع ثاني فهاي ال180 تحافظ راح يصير هنا ساين ننزل هنا ساين وانزل الالفة ال180 تحذف واضح هبايبي الواحد هنا انزله ناقص ينزل افتح قوس افتح قوس هنا القوس خليه بهذا الشكل لان عندي شاء الله كلش مهمة عندك هناك كوساين 180 ناقص الفة بيا ربع ربع ثاني هاي ربع ثاني شون هاي الفوق ربع ثاني ربع ثاني اشارة الكوساين شنو سالب اذا ننزل هنا سالب كوساين الفة طبعا هذا 180 يحافظ على الدالة فتبقى كوساين اذا 180 ناقص الفة ربع ثاني الربع الثاني كوساين اشارتها شنو سالب اذا ننزل سالب ليش نزلت نفسيتها لانو ال180 تحافظ ونزل يعمل الالفة اذا هنا نزل سالب كوساين وهنا الفة واحدة باي بي تبع هس هنا الكوت شنو قانونه مقلوب الثاني التان شنو قانونه سين على كوساين مقلوب الثان اذا راح يصير كوساين اكس على ساين اكس واضح الكوت هو مقلوب الثان اللي هو كوساين اكس على ساين اكس زائد هنا طلاب أن نزل هذا عندك ساين ألفا ينزل الواحد هذا ينزل طبعا هنا عندك شنو عندك سالب هذا السالب ينضربه بهذا السالب راح يصير موجب واضح وأنزل هنا الكوساين ألفا أنزل هنا الكوساين ألفا زين هسا طلاب عندي صار كل شي جاهز هنا لازم نوحد المقامات بين هذا الكسر وهذا الكسر فنأخذ هنا نأخذ المقام نفسي تللي هو شنو عندك ساين ساين أكس أو بس لحظة هاي ما نحتاج الأقواص ما نحتاج الأقواص نأخذ هذا الساين ساين أكس ونأخذ هذا اللي هو واحد يعني راح يصير مضروب به واحد زايد شنو زايد كوساين أكس تمام واحد زايد كوساين أكس نأخذ هنا توحيد المقامات نأخذ الساين أكس مضروب بمن بالواحد زايد كوساين أكس تمام هسا لازم نطلع البسط الجديد ننظر بوسطين في طرفين يعني هذا نضربه هنا وهذا راح نضربه هنا أكيد هذا دير بالك علي هنا ساين في ساين راح يصير ساين تربيع شوف ساين في ساين راح يصير عندك ساين تربيع وهنا ننزل الأكس وراها ننزل الزايد هاي طريقة بتوحيد المقامات وهذا الكوساين راح ينضرب بهذا فهنا عندك كوساين في واحد راح يصير كوساين أكس كوساين نضربه بهذا اللي هو واحد زايد كوساين أكس كوساين ألفا بس هنا عدنا الأكس مين جبناه هاصلا وإحنا عدنا الزاوية كلها الزاوية عدنا ألفا فهنا تعديل نسوي بها ألفا وهنا همين ألفا كل ألفا هذا وهنا همين ألفا وهنا همين ألفا لأن هنا كل عدنا ألفا يعني ما يهم الزاوية بس خلي يكون حالنا مببوط أفضل تمام واضح يا بايبي فعيد لك ياها ساين في ساين إذن ساين تربيع ألفا والكوساين في واحد راح يضطينا كوساين ألفا وكوساين في كوساين هنا راح ننزل الزايد راح يصير كوساين تربيع ألفا واضح؟ زيب هس طلاب هذا الجمعوية هذا يطينا القاعدة الذهبية ليه يطينا واحد ساين تربيع ألفا زايد كوساين تربيع ألفا ألفا على واحد زايد كوساين ألفا لو لا هي أقدر أختصر هذا كله أقدر أختصر ويه هذا شنو بقى لي اللي يبقى عندي هو واحد على ساين ألفا ساين ألفا هو الكوسيكة هو مقلوب الساين الكوسيكة هو مقلوب الساين إذا عندي فأنا عندي شنو عندي مقلوب الساين فمعناها أكتبوا مكانة كوسيكا ألفا إذن ويساوي كوسيكا ألفا وهو الطرف الطرف الأيمان هذا يمثل لي الطرف الأيمان واضح هذا يمثل لي الطرف الأيمان والله جدا بسيط حتى أسهل من هذاك الفرع سي واضح بايبي هذا مهم دير والكم عليه عيدة أكثر من المرة حتى تتفهمها إن شاء الله توحيد مقامات هاي سهلة والله عاب واحد يظل يكرر بها ويعيد هذا هو بالنسبة لمحاضرة هذا اليوم إن شاء الله انتظرونا بالمحاضرة القادمة نكملوا ياكم تمارين حل 5-4 أو 4-5 إن شاء الله نكملوا صفحة 87 حتى ننتقل إلى موضوع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة ترجمة نانسي قنقر